يقول نحن اهل القرية لاحظنا غلاء المهور وتكاليف الزواج مما ادى الى عزوف الشباب عن الزواج فاجتمعنا وقررنا تحديد المهر والملابس وتحديد عدد المدعوين بثمانية ومن لم يلتزم بذلك يقاطع من اهل هذه القرية فهل يجوز هذا التحديد والمقاطعة ان كان هذا على سبيل الالزام فهو لا يجوز لا يجوز الزام الناس بشيء لا يلزمهم شرعا اما ان كان هذا عن طريق التراضي فيما بينكم والتصالح فيما بينكم فلا مانع منه اذا كان الكل راضين بهذا فلا بس لان هذا من التعاون على الخير وتسهيل الزواج اذا كان عن طراضي من الجميع فلا بس اما اذا كان فيه الزام لأحد فهذا لا يجوز